اشتركوا في القناة صحة وسعادة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي المستمعين وأسعد الله وأوقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر هذه الإذاعة المتألقة دائما إذاعة نور دبي وبالمشاركة مع مستشفى الزهراء نقدم لكم هذا البرنامج لنفتح لكم نافذة تكون مطلة على اقتراحاتكم على ملاحظاتكم من خلال هذا البرنامج نوجد ساحة للتفاعل ما بين جمهور المتعاملين مع طموحاتنا في هيئة الصحة بدبي نطرح في هذا البرنامج مختلف الموضوعات الطبية التي تشغل بال الجميع فكل التحية لكم مني محدثكم محمود يوسف العدي ومن الإخراج معنا الأستاذ أيمن سرحيل ومن طاقم الإعداد في قسم الإعلام بهيئة الصحة بدبي عموما مثل ما عودناكم دايما مع إشراقة هذا الصباح نأخذكم في جولة في الصحف والوكالات الأنباء مجموعة من الأخبار سواء كانت محلية أو عالمية لكن اليوم نبتدي بخبر يقول تلوث الهواء يسبب حدوث 16 ألف ولادة مبكرة في أمريكا قامت كلية التطف في جامعة نيويورك بأول تحليل من نوعه من خلال دراسة تبينت الصلة بين وجود 16 ألف ولادة مبكرة وتلوث الهواء وتكلف الولادة المبكرة ما يقارب 4 مليارات دولار في السنة لأجل إجراء عمليات العلاج الطبي حيث يشير الباحثون إلى أن تلوث الهواء يتسبب في زيادة المواد الكيميائية السامة في الدم وبالتالي في إجهاد الجهاز المناعي بل الأمر الذي يسبب إضعاف المشيمة المحيطة بالجنين ويؤدي إلى الولادة الباكرة ونستكمل الخبر ويقول فثمت أكثر من 3.9 ملايين من حالات ولادة في الولايات المتحدة كل عام بينها 11 فارز 4 بالمئة ولادة سابقة لأوانيها مع العلم أن فترة الحمل يفترض أن تستمر لحوالي 40 أسبوعاً ولكن عمليات الولادة المبكرة تتم قبل مضي 37 أسبوعاً في خبر ثاني علماء يكتشفون جينات نباتية في الحمض النووي لسكان آسيا وأفريقيا اكتشف علماء وراثة جينات خاصة تجبر كثيرين من سكان الشرق الآسيوي والأفريقي على وضع حد لتناول اللحوم وزيت كبد الحوت لمنع وقوع خلل في الجسم يعود إلى فائض الأحماض الدهنية فيه وتجبر هذه المجموعة الغريبة من الجينات هؤلاء السكان على أن يعتمدوا على حمية نباتية يؤدي خرقها إلى نمو سرطان مستقيم والنوبات القلبية ومن المحتمل أن تكون مجموعات مختلفة من بني آدم عند هجرته إلى أراضي جديدة قد تحولت إلى التقيد بحميات جديدة متميزة في بعض الحالات بزيادة الطعام النباتي أو السمك وثمار البحر في حالات أخرى في مثل هذه الظروف تعتبر الجينات المذكورة مفيدة لبقاء أصحابها على قيد الحياة وقد توصل الباحثون من جامعة كورنيل في نيويورك إلى ذلك الاكتشاف من جراء دراسة بنية الجينات المسؤولة عن تخليق الأحماض الدهنية في الحمض النووي لدى متطوعين مشمولين في المشروع الألف جين أيضا من الأخبار الغذائية التي أحب دائما أني أنا أقولها في هذه الفقرة نتكلم عن التمر يقولون التمر دواء لأمراض الكآبة وضغط الدم يعتبر التمر دواء مثاليا لأمراض الاكتئاب وضغط الدم حيث أن له خواص سحرية بحسب الأطباء تساهم في تحسين المزاج ومساعدة مرضى ضغط الدم على تنظيم معدل الضغط لديهم ويحتوي التمر على العديد من الفيتامينات والسعرات الحرارية وهو غني بالسكريات ولذلك أطلق عليه تسمية خبز الصحراء طبعا دكتور وفعايش خبيرة التغذية السريرية في صحة تدبي تقول أن التمر يحتوي على الكثير من الألياف الغذائية وكذلك المواد الضرورية لجسم الإنسان كالكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين بي ويحتوي التمر على الحامض الأميني تريبوتوفان وتتحول أحماض التريبوتوفان إلى هرمونات ميلاتونين المسؤولة عن تنظيم الإيقاع الحيوي عند الإنسان وطبعا التريبوتوفان مهم أيضا في تكوين الناقل العصبي المهيج لهرمون السيروتونين الذي يلعب دورا مهما في تنظيم مزاج الإنسان والذي يسمى أيضا بهرمون السعادة وله دور مهم في علاج مرض الصداع النفسي داء الشقيقة وفي علاج أمراض الاكتئاب ويعد التمر علاجا طبيعيا مهما لارتفاع ضغط الدم كونه غنيا بالبوتاسيوم وفقيرا بالسوديوم على فكرة أن هذا شيء يعني ألاحظة دائما في الميلس لما يلس الوالد واليون ربعة أشوفهم مستانسين حاطين التمر وقهوجة دائما مستانسين دائما فأعتقد أنه فيه شيء فيه علاقة ما بين هرمون السعادة والتمر يمكن بس على حسب الكلام العلمي يقول يزود التمر الجسم بنصف ما يحتاجه من البوتاسيوم بالإضافة إلى أن التمر غني بالماغنيسيوم المفيد في وقف ارتفاع ضغط الدم ويحتوي أيضا على قيمة غذائية عالية فكل 100 قرام من التمر تحتوي على 280 سعر حرارية و 65 جرام من السكريات و 650 ميلي جرام من البوتاسيوم و 65 ميلي جرام من الكالسيوم و هلما جر من الفيتامينات فيه أيضا فيتامين A و فيتامين C وفيه كذلك العديد من المكونات الغذائية المهمة لجسم الإنسان طيب في عنا وقت حك خبر بعد ولا في عنا وقت زين خلوني أخذ لكم بعض الأخبار الغذائية يقول لك من بين الأشياء اللي نحن نتكلم عنها باقة من الدواء في الهال بما نحن نتكلمنا عن القهوة والتمر يقول يعتبرون الهال صيدلية طبيعية غنية بالفوائد الصحية لمختلف أعضاء الجسم ويتميز بطعم محبب عند إضافته إلى القهوة أو المعجنات وتتميز الزيوت العطرية الموجودة في حبوب الهال بمفعولها في تهديئة المعدة بحسب علماء بريطانيين مبوفة عايش هذه العلماء بريطانيين وتعمل هذه الحبوب على المساعدة على الهضم والتخفيف من الغازات لأن الهال ينشط أو ينشط إفراز العصارات في المعدة والمرارة والغدد اللعابية لذلك فإنه مفضل لهضم وجبة دسمة عبر إضافة حب الهال إليها أو مضغه بعد الطعام كما أن الهال مستمعين دور مهم عند الإصابة بالزكام نظراً لاحتوائه على مركبين مهمين هما بيرنول وسينيول وهتان المادتان تعتبران من مفككات البلغم ومضادات البكتيريا وتقومان بفتح المجاري التنفسية كما أن الهال ينشط الدورة الدموية والهال كذلك غني بالمعادن والفيتامينات مثل A, B, C ومفيد جداً للذين يعانون من ارتفاع الضغط الشرياني لأن استهلاك بذور الهال بصورة منتظمة ينشط الدورة الدموية في الرئتين ما يساعد على خفض ضغط الدم وبما أننا نتكلم عن الصيدليات وعن هذه الأمور خلونا نسمع هذه الفقرة التتقيفية عن إيش سادة إيمان؟ عن حساسية الأدوية خلونا نسمعها شو السالف يا سعيد؟ ويهيك مستوي أكستر ألارج ترى سعيد من العشرة بالمئة من البشر اللي عندهم حساسية لأحد أنواع الأدوية حساسية الأدوية عبارة عن سوء تفاهم بيولوجي فيتعام الجهاز المناعة في الجسم مع الدواء على أنه يهاجمه مثلا مثل المرض الأعراض ممكن تكون طفح جلدي حكة تورمات في الجلد أو اليدين أو الرجلين أو حتى الحل وفي الحالات الشديدة غثيان وصعوبة في التنفس وممكن إلى الإغمار أكثر دواء يتحسس من الناس الكنسلين ويشكل حوالي 10% من الحالات وأنت يا سعيد إذا خذت أي دواء وصار معاك حكة أو طفح وكف على طول وراجع طبيبك اللي وصف لك الدواء لإستبداله بنوع آخر وممكن بعد يحولك لطبيب مختص في الحساسية أما إذا أصبت بدوخة وضيق في التنفس أو تورم أو شعور بالإغمار فاتصل بالإسعاء فورا للذهاب للمستشفى وإذا عندكم حساسية من أي دواء لا تنسون تخبرون الطبيب أو الممرضات أو الصيدلاني أنا نصحكم تلبسون دوم أسوار طبي عليه إسم الدول اللي تتحسون منه عشان إذا لا سمح الله احتشته العناية الطبية يكونون عارفين بوضعكم وعساكم دوم بصحة وسعادة صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى مستمعين كرام وأهلا وسهلا بكم في هذا الجزء الثاني من برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للآلام وعبر إذاعة نور دبي مثل ما أنتم متعودين مستمعين نحن في كل يوم ثلاثاء نفتح ملف صحي أو ملف طبي بشكل عام نطرح مختلف الجوانب بهذا الموضوع اليوم ما نتكلم عن مبادرة إنسانية عالمية تظل هذه المبادرة الإنسانية العالمية والمؤسسة الخيرية نور دبي التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله قبل خمس سنوات لتوفير العلاج لأكثر من مليون شخص من المصابين بالعماء حول العالم في رحلتها الأولى هي النموذج الإنسان الدولي والرسالة الحضارية بالغة المعاني ولا سيما ونحن نطالع سجل المبادرة الحافل بالإنجازات اليوم ارتعينا أن نفتح هذا الملف مع ضيفتنا في الستوديو الدكتورة منال تريم المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة بدبي والمدير التنفيذي لمؤسسة نور دبي واليوم نحن مستضيفينها بصفتها المدير التنفيذي لمؤسسة نور دبي وحديثنا طبعا بيقتصر فقط على مؤسسة نور دبي والإنجازات الخاصة بهذه المؤسسة ما نركز بس على المؤسسة ما نترك الرعاية الصحية إذا في مداخلات أو في أي شيء وما نتكلم عن مؤسسة نور دبي لأن للأمانة مؤسسة تستحق الوقوف عندها حياة الله معانا دكتورة أهلا وسهلا فيك دكتورة يعني هذه المؤسسة أو الفكرة تحولت من مبادرة إلى نموذج عالمي هنا أبغي تكلم في البداية خلينا نرجع بالتاريخ لبداية إنشاء أو خروج فكرة مبادرة نور دبي وكيف تحولت إلى مؤسسة عالمية في هذا الوقت القياسي خمس سنوات طبعا في البداية أنا أحب أشكرك وأشكر إذاعة نور دبي على اهتمامهم في المبادرات الإنسانية اللي تابعة لصاحب السمو الشيخ محمد براشدة المكتوم وأحب أرحب بعد بالمستمعين ومستمعين ومتابعين أخبار إذاعة نور دبي ومؤسسة نور دبي الخيرية أيضا طبعا مثل ما ذكرت في النبذة أن مؤسسة نور دبي أول ما بدت قبل خمس سنين بدت كمبادرة شخصية لصاحب السمو الشيخ محمد براشدة المكتوم وكما عودنا سيدي صاحب السمو الشيخ محمد براشد كل سنة في عنده يطلق عدد من المبادرات الإنسانية لدعم التنمية البشرية والإنسانية حول العالم وليس فقط في فئة معينة من من الناس ولكن الخير خير شيوخنا وخير بلادنا ما شاء الله ممتد لكل المحتاجين في كافة أنحاء العالم طبعا مبادرة نور دبي مثل ما بدت بدت في الفين وثماني وكان الهدف منها أن تساعد في علاج أو مدية العون لمليون شخص حول العالم من من يعانون من الإعاقة البصرية أو ضعف النظر ولله الحمد يعني بجهود العاملين على هذه المبادرة والمنسقين من طاقم طبي أو من طاقم إداري وحتى الداعمين لمثل هذه المبادرة تمكنت المؤسسة في عامها الأول أن توصل عدد المستفيدين لخمسة مليون وبنصف الميزاني اللي كانت محددة لها فهذا الشيء أعطى انطباع طيب جدا عند المسؤولين وخاصة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ووضح لأن الاستثمار في إعادة النظر أو إعادة نعمة البصر للناس ما يكلف وايد وبنفس الوقت سهل جدا أن الواحد يقدر أنه يتواصل ويعالج عدد كبير من الناس في دول مختلفة بتكلفة جدا بسيطة فكان ارتأ صاحب السمو الشيخ محمد براشد كان من يعني شاف أنه من الضروري أنه يستثمر في مثل هذه المبادرات الإنسانية اللي من شأنها إسعاد شعوب العالم كلها وليس فقط فئة معينة من الناس نحن الحين في مبادرة نوردبي ما نقدم فقط علاج نحن استراتيجية المؤسسة تختص في محاور عديدة أهم ثلاثة منهم هي توفير العلاج توفير الوقاية من الأمراض اللي قد تسبب العمى في المستقبل إذا لم يتم علاج أسبابها الحين وعدنا بعد التدريب والتثقيف سواء كان على مستوى المجتمع أو عكان على مستوى مقدمي الخدمات الطبية لمكافحة العمى هذه المحاور الثلاثة دكتورة أنا بتناولها بالتفصيل أثناء سير الحلقة بتكلم على الأمور اللي سويتوها في توفير العلاج بداية ثم سوف ننتقل إلى الوقاية وبعدها مسألة التدريب والتثقيف لكن فقط لمستمعين اللي ما يعرفون ما هي مؤسسة نور دبي لعلاج العمل نحن نقول نور دبي مؤسسة خيرية غير ربحية مبل إذا نتكلم عن المؤسسة هذه مؤسسة نور دبي مؤسسة خيرية غير ربحية أنشئت بموجب القانون رقم 18 لعام 2010 للصادر من صاحب السمو حاكم دبي وهي تعمل مع شركاء عالميين للقضاء على مسببات العمى والإعاقة البصرية التي يمكن علاجها أو الوقاية منها فهي مؤسسة عالمية تركز نشاطاتها في الدول النامية وبما أن نحن نتحدث عن الدول النامية خلينا نعرف وين رحتوا الدكتورة شو سويتوا وكيف تخططون لزيارة أي دولة طبعا نحن من مشاريعنا لخارج الدولة في عدنا المخيمات العلاجية اللي نحن نقوم بتوفير العلاج فيها للمكفوفين والمصابين بالإعاقة البصرية اللي محتاجين علاج فوري سواء كان عن سبيل العمليات الجراحية أو توفير الأدوية أو توفير النظارات ونقوم أيضا في المخيمات بتدريب وتأهيل الأطباء وفنين البصريات طالما نحن موجودين لمدة أسبوعين أو 15 يوم نجري العمليات ونجري الفحوصات والكشوفات الطبية على السكان القرى المجاورة يكون فيه تعاون مع وزارة الصحة في الدولة المعنية ويكون فيه نوع من التدريب على العمليات الجراحية أو كيفية متابعة المرضى فنكون نوفرنا شيء من الاستراتيجية في نفس المشروع غير عن هذا نقدم المسوحات الطبية على كافة القرى المجاورة لمكان المخيم طبعا مثل ما شفتوا البارحة في في الأخبار الإمارات كان فيه تغطية عن مخيمنا آخر مخيم كان لنا في إثيوبيا الحمد لله تمكننا من أن نحن نساعد أربعة آلاف وتسعمية شخص من اللي ساكنين في المنطقة اللي نحن كنا فيها اللي هي في جنوب إثيوبيا عندهم ما شاء الله مستشفى لكن ما يقدم خدمات عيادة عيون أو عمليات العيون فكان يضطر المريض أو اللي حابب أن يجري أي علاج أن يسافر لين العاصمة وكانت تبعد عنهم مسافة كبيرة هذا غير تكاليف السفر تكاريف العلاج فكان فيها مشقة فتلاقي أن إذا العائلة مصابة بأي مرض يختارون شخص واحد بس اللي هم يقدرون يوفرون للعلاج يسافرون لين العاصمة يطلقى العلاج ويرجع وباج العائلة تم يعني بدون ما تحظى بها الفرصة فكون أن نحن ناخذ المخيم عند منطقتهم هذا يسهل عليهم التواصل مع الأطباء يسهل عليهم الوصول للخدمة يسهل عليهم أن الجميع يحظى بها الفرصة مش بس شخص ولا شخصين دكتورة يعني أنا أتخيل مشاعر هؤلاء وانتو تروحوا لهم يعني هني أبغي أسألك يا ترى كيف يستقبلوا مثل هذه الحملات اللي تسويها المؤسسة أبغي أعرف شو شعور المريض هذا اللي يرجع للبصر أو تعالجون عيونه طبعا مثل ما أنت تعرف ما فيه شيء يعني في الدنيا يسوى صحة الإنسان صحيح والحمد لله يعني نعمة البصر هاي من النعم الجليلة يعني اللي الله نعم فيها علينا كبشر بالعكس يعني بدل ما يعطينا عين واحد يعطاننا عينتين لأهميتها وانذكرت في الأحاديث الشريفة وفي القرآن يعني أكثر من مرة يعني أنا أنا كطبيبة عيون مهما شرحت لك ما بقدر أني أشرح لك أهمية نعمة البصر يعني الواحد يقدر يعيش بالنسبة لي أنا بإعاقات كثيرة لكن نعمة البصر الحمد لله يعني على هالنعمة يعني تكون من يعني بالنسبة لي أنا أعزش يعني الواحد ما يحب يعيش خبريني بعض الحالات اللي مرت عليك الدكتورة ما تقدرين تنسينها والله حالات كثيرة عندنا يمكن أكثر الحالات الأطفال وكبار السن يعني لأن الأطفال يعيش الطفل بإعاقة بصرية وأهلها عارفين أنه لو ما وفروا للعلاج الحين في هذا السن قبل ما يكمل ست سنين قد يصاب بمشاكل أخرى ينحرم من العلاج في المستقبل ينحرم من دخول المدرسة ينحرم من التعليم ينحرم من فرص عمل كثيرة فمشكلة الإصابة بالإعاقة البصرية أن نتأثر على مجتمع تأثر على دخل المجتمع في بعض الدول يطلب أن شخص ثاني من العائلة يقعد معه يهتم فيه في البيت فأنت بدل ما أنك تمكن جميع أفراد الأسرة أنهم يكونون أعضاء منتجين في المجتمع أنت صار عندك شخصين قاعدين في البيت واحد كفيف وثاني يهتم فيه بعدين نحن لننسى أن في هذه الدول المشكلة مش بس في عدم توفير العلاج المشكلة بعد عدم توفير التأهيل للمصابين بالإعاقة يعني لو تشوف في دول متقدمة الحمد لله عندنا في الإمارات في بعض الإعاقات أنت ما تقدر تتجنبها وتعالجها لأسباب عديدة يعني ممكن تكون إصابات ممكن تكون عوامل وراثية لكن لله الحمد عندنا نحن يعني مؤسسات مهتمة بإعادة التأهيل مهتمة بالتعليم لهذه الفئة من الناس مهتمة بيدمجهم في المجتمع فحتى لو كان عندك عدد لو حتى بسيط من المصابين بالإعاقة البصرية اللي أنت ما قادر تعالجهم ما رح يكون تأثيرهم على المجتمع مثل تأثيرهم في دول ثانية وما عندها هالإمكانية فأنت لما تشوف يعني شعورهم كناس في المجتمع يعني أنا ممكن نصف لك شعورنا نحن كمقدمين الخدمة يعني نحن فرحانين باللي قاعد يتقدم أكثر منهم يمكن لأنه فعلا نشوف كيف أنت تقدر تغير مجرى حياة مجتمع بأكمله يعني عبر توفير عملية قد تكلفك أنت أربع دولارات بس يعني مو بأكثر فأنت تقدر بس حين تتصور حجم السعادة حجم الفايدة والأجر اللي بتحصله من وراء تقديم مثل هالخدمات جميل دكتور نحن بنتواصل معات إن شاء الله ونكمل الحديث في هذا الجانب حول المشاريع هذه القيمة التي تقومون فيها في مؤسسة نور دبي لعلاج العيون لكن بوقف مع فاصل وبعدها من اتطرق لتوفير العلاج الوقاية التدريب والتثقيف وأيضا بعض المشاريع اللي بديتوها أيضا في الدولة عندنا عندكم بعض الشغلات وبعض الأنشط اللي سوونا في الإمارات كذلك وأيضا أبغي تكلم حتى على موضوع التبرع كيف الواحد إذا يبغي يتبرع لهذه المؤسسة وين يروح شو اللي يسوي بالضبط فكل هذه المعلومات ما نعرفها من بعد ما نوقف مع هذا الفاصل القصير وما نرجع لكم إن شاء الله صحة وسعادة حياكم الله معانا مرة ثانية مستمعين الكرام في برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المتميزة دائما إذاعة نور دبي حديثنا اليوم يعني خلينا عن مؤسسة من المؤسسات الجميلة في رسائلها ومعانيها التي تتوجه من إمارة دبي ومن دولة الإمارات إلى العالم هي مؤسسة نور دبي لعلاج العمى وظيفتنا في الستوديو الدكتورة منال تريم المدير التنفيذي لهذه المؤسسة اللي نحن بدينا معها الحديث ومستمرين معها للتعرف أكثر على المواضيع التي تخص هذه المؤسسة ونشاطاتها دكتورة أنا أبغي أتكلم الآن عن سألت السؤال يعني قبل الفاصل جوابتيني جواب ثاني بس أنا أبغي أبغي قصة من القصص اللي اللي مرت عليك وانتي موجودة في أحد هذه المخيمات وانتي يتمارسين هذا العمل في هذا المجال وعلى فكرة يعني أتذكر مقولة اللي معالي ضاحي خلفان كنا معاه في المجلس وكان يتحدث عن المؤسسة حقيقة بشكل جميل جدا وقال حتى من بين الأشياء وصفت أنه يقول أنا كنت أشوف وحدة مواطنة وسائرة في الأدغال والبراري يعني هذه كنا متعودين فيها أن نشوف نحن الأجانب في نشينا جيوغرافيك ولا في هذه القنوات لكن ويد السنس لما شفت وحدة مواطنة هي قاعدة تسير بنفسها فهني أبغي أعرف أعطينا قصة من هذه القصص اللي مرت عليك دكتورة طبعا في البداية نوجه تحية لمعالي ضاحي خلفان تميم الصراحة معالي ما يعني من أكثر الداعمين حقيقة من أكثر الداعمين لكن يعني لو أعدد لك كل المؤسسات الخيرية وخصوصا مؤسسة نوردبي جزاها الله خير في ميزان حسنات إن شاء الله بالنسبة للقصص نحن من زياراتنا لهذه الدول نتعرف على قصص كثيرة عديدة قد يدخل فيها بعد عامل يعني مثل ما تقول الكلتشر فيها المجتمع هم على شو متعودين صحيح فنحن نعتبر ناس من دولة ثانية مثل ما تقول دخلاء على مجتمعاتهم ففي بعض الأشياء نستغرب منها في بعض الممارسات قد تفاجئنا مثلا بقولك إحنا قرينا في الإحصائيات أن عدد الإصابة بالإعاقة البصرية في الإناث أكثر من في الرجال في جميع أنحاء العالم حين لما من وراء نحن زيارتنا لهذه الدول لقينا أنه في معتقدات خاطئة جدا مثلا في دولة من الدول الآسيوية اللي رحنا لها كنا نشوف أن كل اللي يون المخيمات أغلبهم أطفال أو رجال فنحن استغربنا أن هل معقول أنه مع الإحصائيات المتوفرة عندنا أنه ما عندهم نسبة من النساء مصابات بالإعاقة البصرية فشو سوينت عاوننا مع وزارة الصحة عندهم أنهم يوفرون مثل ما تقول موظفات من نفس البلاد يتكلمون نفس لغتهم يدخلون لبيوت وندور على السيدات اللي هم مصابات بالإعاقة البصرية اللي يحتاجون علاج اللي شفناه كان استغربنا منه كثير يعني شفناها منهم واحد من هالبيوت يعني كان عندهم الزوجة كانت مصابة بالإعاقة البصرية بسبب الماء الأبيض وكان للأسف يعني رب البيت أو زوجها حبسنها في غرفة مع أن المخيم كان يبعد عنه لو مشي يمكن بتقول مال ربع ساعة فقط أو عشر دقايق مشي واللي دلاننا عليهم واحد من أطفال مثل ما تقول عيال الفريج المرأة مصابة بالإعاقة البصرية بسبب مرض ممكن علاجه عن طريق عملية جراحية بسيطة ببنج موضعي في خلال ربع ساعة العملية ويرجع لها نظرها طبيعي اللي هو الماء الأبيض لكن كانوا حابسينها ما يخلونها تطلع ما يخلونها تهتم بعيالها ما يخلونها حتى تيل مخيم عشان تحصل العلاج المجاني لسبب بسيط هم يعتقدون أن الإصابة بأي إعاقة هذا مس من الشيطان أو السحر أو وممكن أن إذا حاولوا يعالجونه أو يكسرون هالسحر أو هالشي ممكن أن اللي بلاهم فيه ممكن يبلي عضو ثاني من العائلة فيه فخوفهم من هالشي ما نعنهم أنهم يسعون للعلاج طبعا نحن الحرم عالجناها والحمد لله يعني حتى كان في تقرير مفصل عنها في أخبار الإمارات غطوا لنا ما يقصرون زملائك الإعلاميين لكن يعني هاي وحدة من القصص أن حتى لما أنت توفرهم العلاج في بعض الأمور اللي نحن كمؤسسات خيرية لازم نتطرق لها صحيح أنا أبغي أخذ مداخلة من متصل عندنا دكتورة وبستكمل معاك الحوار تفضل أخي أحمد السلام عليكم يا هلا تفضلي سيدي الله يعطيكم العافية أنا أحمد عبد الرحمن من المملكة الأردنية الهاشمية نتشرف يا سيدي بالبداية يا سيدي أنا بحب أشكر سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم حاكم دبي رئيس مجلس الوزراء حظه الله والذي اعتدنا على مبادراته الخيرية العالمية وأيضا بحب أشكر سعادة دكتورة منال تريم مدير التنفيذ مؤسسة نور دبي طريق العمل طريق عمل مؤسسة نور دبي أخي الكريم أنا عندي صحيح سؤال شو الأسف المتبعة والمعتمدة لمؤسسة نور دبي في إقامة المخيمات العلاجية الخيرية للدول المحتاجة وكم التكلفة للمخيم طيب إن شاء الله تسمع الجراب أخي أحمد شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة الله أشكرك الله شكرا دكتورة تبغينا نرد عليه ولا نكمل الحوار واثناء الحوار بتردين والله على راحتك أنت اللي لأن أنا عندي من ضمن المحاور عندي من ضمن المحاور كنت أتحدث عن توفير العلاج كم تكاليفه وكيف يتم توفير هذه العلاج لكن بما أن أحمد طرح هذا السؤال خلني أرد عليه شو الأسس التي تقوم عليها أو التي تتربعونها في تنظيم هذه المخيمات والتوجه لهذه الدول وكم هي التكاليف التي ممكن أنتوا تتحملونها أو حتى الدول الثانية المستضيفة إذا كانت تتحمل مثل هذا التكاليف طبعا مثل ما ذكرت في بداية اللقاء أننا لنا شركاء عديدين حول العالم نحن ما نروح دولة ونشتغلوا بروحنا طبعا شركاءنا يساعدوننا كثير في التنسيق يساعدوننا كثير في الوصول إلى الفئات المحتاجة شركاءنا عديدين منهم شركاء محليين اللي مثل وزارات الصحة والقائمين على الصحة في الدول اللي نحن نزورها وفي عندنا شركاء عالميين أهمهم طبعا اللي وفروا لنا الأحصائيات ويوفروا لنا الأماكن اللي نحن لازم نتوجه لهم مثل منظمة الصحة العالمية الوكالة الدولية لمكافحة العمى بعض المؤسسات اللي عندها القدرة أن نتوفر لنا البيئة التحتية والمعدات وحتى المتطوعين مثل مؤسسات البصرة الخيرية مؤسسة كارتر والعديد من المؤسسات اللي هم في بيننا وبينهم عقود شراكة وكل واحد في تخصصة يقدم الخدمات طبعا نحن في البداية أي دولة نتطرق لها لازم نعرف شو نسبة العمى عندهم شو مدى احتياجاتهم لمثل هذه الخدمات ونتطرق بعد لدراسة المناطق وين المنطقة اللي أكثر فيها حاجة لمثل هذه الخدمات المناطق اللي هي أبعد شيء عن المستشفيات أو المناطق اللي هي توفير مثل هذه العمليات ولا مثل هذه الخدمات يكون فيها تكاليف عالية على الفرد فهذا يكون بالتنسيق طبعا مع الشركاء الداخليين والحكومة يعني لهذه الدول ومثل ما تشوف أن بعض الدول نروح لها أكثر من مرة يعني هو مش مجرد أنه نحن رح نقدمنا عملية ونطلع لا نحن المخيم الواحد يكون فيه تنسيق ما قبل المخيم يكون فيه المخيم نفسه ويكون فيه زيارتين على مدى شهرين أو بعدين مرة ثانية على مدى ثلاثة شهور نرجع نشوف المرضى اللي قدمناه لهم المساعدة لأنه مثل ما تعرف متابعة للحالات اللي شفتوها لأنها عمليات جراحية وساعة يكون فيه بعد إجراء العملية بفترة يكون فيه يتعرض المريض لأي مضاعفات نقدر أن نحن نعالجها جميل جميل جدا دكتور الآن بتكلمنا عن العلاج اللي توفرونا في هذه المخيمات طبعا المخيمات كلا يكون فيها إجراء الفحوصات الدورية على كل المقيمين في المنطقة والمناطق القرى المجاورة أيضا لهذه المنطقة نحن نغطي تقريبا فوق الأربع تلاف والخمس تلاف شخص في كل مخيم وبعض الدول مثل باكستان مثل سابقا لما كان عندنا مخيمات في اليمن كنا نغطي يوصل العدد لتسعة تلاف وعشر تلاف في نفس المدة الزمنية لأن الحاجة كثير كبيرة في هذه المناطق بعد إجراء الفحوصات المسوحات الدولية الدولية نتعرف على مين اللي محتاج للأدوية مين اللي محتاج للنظارات ومنون اللي محتاج للعمليات الجراحية ويتم تدوينه في ملفات إحنا عندنا ملفات للمرضى ويتم إعطائهم مواعيد لإجراء العملية طبعا العمليات تجرى في المخيم على مدى خمس تيام يكون العمل فيها متواصل من الصبح لين المسا شفتين طبعا المخيمات غير عن المستشفيات العلاجية فأي طبيبة وأي شخص حابب أن يعمل في المخيمات لازم يكون لتدريب مسبق لأن المخيمات طريقة إجراء العمليات طريقة فحص المرضى يكون مكثف شوي بطريقة مختلفة عشان نقدر نغطي أكبر عدد من المستفيدين من غير ما نقلل من جودة العمل جميل جدا نأخذ مداخلة ثانية من دكتور سالم السالم متفضل دكتور السلام عليكم ورحمة الله السلام متفضل يا سيدي صباح الخير أخي العزيز المتميز ما شاء الله عليك الله يسعدك يا دكتور وياليت نختصر شوي بس عشان نلحق بعد نخبرك إن شاء الله الدكتور أمنال الله يوفقك وإحنا فخورين فيك وفخورين بكل جهود مؤسسة نور دبي نحن سهلا دكتور الله يسهلا كون طال عمرك أنا عضو في جمعية وولد بيجن العالمية النحرانية وعضو في جمعية الصليب الأحمر إذا كان يعني طبعا أنا بغض النظر أنا اتدربت عندهم واشتغلت معهم وما زلت أعمل وافتخر أني أعمل معهم الأستاذة كثير من مؤسساتنا العربية والإسلامية المسلمة عندها شركة مثل ما شرتي كارتر وانت فاهمتني أستاذة فكثير من إنجازاتنا تظهر بأسماء الجمعيات العالمية يعني الجهد لنا والاسم والإعلام والتسويق للمؤسسات الأخرى فهي رسالة مني طبعا أتمنى أن تبدأ علقين على هالكلام أننا نحن يريد ندعم الدور الإعلامي التغطية الإعلامية لإنجازات وطننا لإنجازات جمعياتنا لأن كثير من الإنجازات تدخل باسم الشركاء وأنا يعني أنا عايش هذه المعاناة كثير من إنجازاتنا وأعمالنا وأموالنا تذهب إعلاميا لمؤسسات أخرى هي شريكة معانا الشيء الثاني أستاذة أننا يعني فترتنا قليلة وأنت شرطي وأنا قاعد أسمع أننا نجلس فترة قليلة ثم نطلع والمتابعات وتكملة يعني العلاج وحتى العلاج النفسي والتأهيل تتابع جمعيات أخرى ويطلع باسمها يمكن حتى يعني لديانتها وليثقافتها السبق يطلع والفائدة فأبغي تعليق اشطال عمر شاء الله يبقى الدكتورة منان شكرا دكتور سالم السلام أعتقد مداخلة قيمة دكتورة طبعا وهذا شيء جدا جدا مهم أن المؤسسات الخيرية تطرق له الحمد لله بفضل من الله وقيادتنا الرشيدة ما أدري إذا الدكتور سالم سامع عن مؤسسة جديدة أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اسمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية وجزء كبير من عمل هذه المؤسسة العالمية هو متابعة كافة المبادرات اللي يطلقها صاحب السمو الشيخ محمد الإنسانية حول العالم والتوثيق غير عن هذا نحن كمخيم نقعد فترة معينة ونطلع لكن أنت ذكرتني فيه متابعات أصلا حتى ترجعون لنفس الدولة أكثر من مرة أكثر من مرة ويكون فيه تنسيق مع الوزارات وفيه توثيق دائما لنا والتوثيق مالنا الحمد لله مشكورين الحكومة الاتحادية بعد مشاركة في والأمم المتحدة ويكون فيه توثيق على مستوى الأمم المتحدة غير عن هذا أنه كمؤسسة خيرية عالمية تعمل في مجال مكافحة العماء نحن عدنا مساهمين في مؤسسات عالمية أخرى أو شركاء في مؤسسات عالمية أخرى مثل من أظمة الوكال الدولي لمكافحة العماء فنحن ولله الحمد توثيق الأعمال في مؤسسة نوردبي أو أي مؤسسة ثانية من مؤسسات مبادرات الشيخ محمد براشد المكتوم لها توثيقها والحمد لله الدول اللي نحن نساعدها يعني على علم بهالأعمال والمخيمات تكون لفترة معينة لكن نحن عدنا برامج أخرى مثلا عدنا برنامج اللي هي مكافحة العمل النهري أو الترخومة نحن متواجدين في الدول لأكثر من حين يعني للعمل النهري خمس سنين والترخومة في إثيوبيا صار لنا ثلاث سنين والبرامج يعني تقدم باسم المؤسسة واسم الدولة فلله الحمد يعني هذه الناحية كمؤسسة نوردبي نحن مهتمين فيه جدا جميل وأنت أسمكم نوردبي على اسم ميذاعة نوردبي بعد لا وأنت إذا تعرف التاريخ تأسسه في نفس اليوم سبحان الله والتلفزيون بعد والتلفزيون بعد كانت سنة خير طيب دكتور أنا على السريع عندي تقريبا أربع دقائق بس ألت مجموعة تأسلة وخلينا نجاوب علينا عن هذا السريع أنت ذكرت عن محور الوقاية شو اللي تسوون في الوقاية الوقاية نحن نتطرق للأمراض الوبائية اللي هي موجودة في دول معينة وتسبب العمى بسبب الالتهابات المتكررة اللي يتعرض لها المريض طبعا هي موجودة في هالدول لأن اسلوب النشر المرض يتكاثر في هاي الدول مثلا الماء لا حين لما نقول العمل النهري هي عبارة عن نوع من أنواع الذباب السوداء اللي تعيش في الدول اللي فيها سريان الأنهار جدا سريع فهي تنقل هذه الأمراض في القرى اللي تكون مجاورة للأنهار هذه فنحن نشتغل مع مثل ما ذكرت لك منظمات عالمية للقضاء على هذا المرض نهائيا طبعا الدرب طويل ونحن إن شاء الله مستمرين فيه بدينا قبل خمس سنين وأول دولة ممكن أن هي قريبة من محي هذا المرض هي يوغندا وإن شاء الله المقرر أن ينتهي برنامجها في سنة 2020 طبعا مثل ما ذكرت لك البرنامج لشركاء عديدين منهم نورد بي بالنسبة للتراخوما هذا مرض معدي ينتقل عن طريق الذباب أو عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية للمرض يعني ممكن الأم تعادي ابنها الأبن يعادي الأخو أو الأخذ كثرة الإصابة بمثل هذا المرض يسبب العمى فنحن عندنا برنامج في إثيوبيا بديناه قبل ثلاث سنين والحمد لله مستمر أولا محاور كثيرة للوقاية من الإصابة الدعم النظافة التثقيف المدارس حتى الصحة المدرسية دخلين معنا في هذا المشروع نحن نرغي أسأل عن التثقيف والتدريب أنت ذكرت أن في عندكم برامج خاصة بالتدريب والتثقيف هي أقل من دقيقة دكتورة طبعا التدريب على مستوى الطاقم الطبي والعاملين في مجال مكافحة العمى يتم تدريبهم على العمليات الجراحية تدريبهم على أسلوب التخاطب مع الناس على أساس أن ينشرون الوعي وبعد المدارس أما بالنسبة للتثقيف تثقيف المجتمع فنحن عندنا برامج داخل الدولة وخارج الدولة قلين نتكلم عن برامج اللي داخل الدولة بعد عسرية دكتورة عسرية ما يستوى الله إذاك داخل الدولة يبقى لحجم كبير عيل توعدين إن شاء الله في حلقات قادمة ممكن نحن نتكلم بشكل مفصل أكثر عن هذه المؤسسة وهذه الإنجازات اللي حققتوها لكن دكتورة بما أن نحن الوقت عندنا شارف على الانتهاء بس أبغي أذكر بأرقام التبرعات اللي يبغي يشارك في هذه المؤسسة بتبرعاته طبعا المشاركة في دعم مؤسسة نوردبي أكبر من التبرع في عندنا بعد المتطوعين في عندنا مشاركات عديدة طبعا الخط الساخن للتواصل مع المؤسسة هو ثمانمية ستة ثلاثة ثلاثة وفي سبب ثاني للتواصل مع المؤسسة عن طريق السوشال ميديا واللي عن طريق مكاتبنا متواجدة حاليا في مقر هيئة الصحة في دبي ونحن نشكرهم على الدعم اللي قدموا لنا إياه فممكن للشخص أنه بعد يتواصلوا يارنا جميل إذن حساباتكم في التواصل الاجتماعي هي نوردبي نوردبي دي يو بي اي هذه على الانستجرام وعلى تويتر ممكن يتواصلوا معاكم بشكل مباشر وأيضا على الرقم ثمانمية ستة ثلاثة ثلاثة ممكن تعرفون في البرامج اللي تقوم بها نوردبي عن طريق التبرع المادي أو حتى عن طريق التبرع التطوعي وما أدري إذا مخرجنا بعد ما تبرع لنا بدقيقة يمكن عموما الحديث كان شيق حقيقة والحلقة كان يعني فيه وايد محاور دكتورة عندي أنا ما قدرت أتطرق لها كلها لكن إن شاء الله منخص حلقات قادمة لهذه المؤسسة اللي لها الكثير من البصمات العالمية حقيقة فأنا شاكر لك تواجدت معنا دكتورة منال تريم المدير التنفيذي لمؤسسة نوردبي لعلاج العيون كل الشكر وكل التوفيق إن شاء الله شكرا لك أيمن سرحيل وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي وحتى نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي ترجمة نانسي قنقر